بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام علي بن موسى الرضا ينسف النظرية الاثنى عشرية بكلمة واحدة فما هي هذه الكلمة؟ من المعروف أن الشيعة تفرقوا إلى أكثر من سبعين فرقة خلال القرون الثلاثة الأولى وقد سجل هذه الفرق عالمان شيئيان إماميان هما النوبختي في كتابه فرق الشيعة وأيضا سعد بن عبد الله الأشعري القمي الذي كان شيخ العلماء في قم في كتابه المقالات والفرق ذاك لنا أسمع الفرق واحدة وحدة وهذا يعني أن الفرق الشيعية ليست كلها يعني كلها تدعي حب الإمام علي أو الولاء الإمام علي أو القول بالنص على الإمام علي ولكن ليس كلها هي تعبر عن فكر أهل البيت أو عن خط أهل البيت إنما فرق منحرفة كثيرة وكل يوم يأتي واحد يعني يخترق له فكرة معينة أو نظرية معينة ويدسه بهذا التيار وتصبح كأنها ثابتة ولازمة ويعني مسلمة من مسلمات من الفرق الفرق الواقفية التي وقفت على الإمام موسى بن جعفر وقالت خلص لأئمة سبعة وهذا الإمام السابع وانتهى الموضوع وهو القائم وسوف يخرج عندما يأذن له الله تعالى فرقة أخرى مشابهة لها الفرقة أيضا هي تعتبر فرقة واقفية هي فرقة الاثنى عشرية هي فرقة من الفرق الواقفية الواقفية يعني وقفت على هذا الإمام وقالت لأئمة اتنعيش ليس سبعة لأئمة اتنعيش والثاني عشر سوف يظهر في المستقبل وننتظرها يمكن يطول عمره كثير بس فرق كبير جدا بين الواقفية على موسى بن جعفر والواقفية على الاثنى عشر أن موسى بن جعفر كان شخصية حقيقية ظاهر بين الناس وولد فلان سنة وعند أخوة وذهب إلى كذا وسجن ثم مثلا قتل في السجن أو توفي في السجن فشخص معروف ولذلك يعني ما يمكن واحد ينكره إنما بعض الشيعة قالوا أنه كان يأملون أن يكون هو المهدي منتظر هو القائم بالسيف الذي يخرج كان يعدون عدة وما خرج توفى الإمام فقالوا مو معقولة وروا أحاديث دائما كان يجيبون أحاديث وما أكثر الأحاديث المفبركة مصانع الأحاديث كانت تشتغل بصورة مستمرة يمكن أكبر مصنع عندنا بالتاريخ الإسلامي هو مصنع الأحاديث اللي ينسبوها لرسول الله والعم أحاديث ما أسهل صناعة الأحاديث بالمئات بالآلاف شكرا ما تردون بالحقق مو بالمثاقيل فأصحاب وكلاء الإمام موسى بن جعفر كعدم أموال مجمعة هكذا يقولون المسوية يقولون يعني القطعية يسموهم أن هذا كعدم أموال آلاف الأموال وقالوا كيف نسلمها إلى الرضا فلا نقول للإمام الكاظم بعد حي وسوف يخرج وكذا وصاروا يعني يجيبون قصص وادعوا الوكالة والنيابة عنه النيابة الخاصة واحد يسمى محمد بشير محمد بن بشير هذا كان يضحك عن الناس يقولون أنا عندي علاقة ويجيب ملاعيب يسوي لهم أنه أنه ألتقي بالإمام موسى بن جعفر ويراويهم بعض الهياكل يعني وأيضا الفرقة الاثنى عشرية اللي صارت فرقة الرابع ما كانت موجودة قبل كانت نظرية الإمامة مفتوحة وممتدة على أساس اليوم القيامة فذول الواقفية وقفوا على سبعة وأيضا الاثنى عشرية وقفوا على اثنائش قالوا بس اثنائش واحد بعد ما كغيرهم وجابوا حديث من السن استوردوا أو سن أعطوهم إياه بالحقيقة حتى يموتوهم قالوا يا أمه اطمعيش وهذا ثاني عشر بس الثاني عشر بحد ما شافه ولا أحد التكبيه ولا أحد يعرفه لا أبو المفترض الحسن العسكري ما كان يعرف عنده ولد وقال أنا ما عندي ولد ووصف وسيطة أمواله وكذا تروح إلى أمه عندما أحسب الوفاة وما أشار للإمامة ولا مصير الإمامة ولا عندي ولد رأسي يكون إمام وسيكون مهدي منتظر وما إلى ذلك فبس ما شوه دولة جماعة الوكلاء اللي كانوا يأخذون فلوس من رسم يوم العسكري قالوا لك هاي أحسن شغلة نقول عنده ولد وياهل عنده فلوس هل يجيبني ياها إنا حتى إحنا يعني نعيش وواحد قال ما ورثها للآخر أثمان بن سعيد العمرية ورثها لابنة محمد بن أثمان خمسين سنة كان يأكل براس الشيعة هذا وبعدين نطاهل النبغتي والطاهل كذا وآخرين نفس الشي مو بس دولة أربعة بوائي ناس كان عشرين واحد كانوا آخرين بس اللي ينسف هاي العقيدة الواقفية يكو حديث لإمام الرضا الإمام الرضا شوفوا شغل لطيف لو إحنا موجود في كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية موجود هذا الحديث لو واحد يعني يراجع على الحديث وشوي يفكر به يشوفه يا هذا مو معقولة هاي العقيدة الاثنى عشرية وأنه الثاني عشر مولود وباقي بالحياة وصار أمر 1200 سنة معقولة واحد يصار أمر 1200 سنة وهاي صار معجزة يعني لازم بالمعجز إذا معجز غير نشوفه احنا حتى نعرف فعلا هنا عمره صار النبي نوح يقولون فأمره 950 سنة وأكثر ما نبي نوح موجود أمام الناس الناس شايفيه أمره كبير وذيك الأيام الناس معظمهم أعمارهم كانت طويلة كما يقولون فالنبي نوح ما يمكن القياس عليه لأنه موجود ظاهر بنا سفينة وركب بها ناس وصار فيضان أما هذا شخص أصلا ما حد ما شايفه ولا أحد يعرفه مفترض يعني فالتفرضية وهمية قالوها بعض الناس وصارت كعناها حقيقة بشوفوا منطق الإمام الرضاء هذا منطق أهل البيت أنه ما لكم معاجز النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ما جاء بمعاجز قالوا للمشركين آيات كثيرة بالقرآن أن نجيب لنا معاجزة أنت تتحدث عن معاجز النبي موسى والنبي عيسى والأنبياء السابقين فأنت جيب لنا معاجزة حتى نؤمن بك قالوا بعد ماكو معاجزة بعد ماكو أدي بس القرآن لأن الله سبحانه وتعالى جاب معاجز للأنبياء السابقين قالوا هذا سحر كانوا يقولون هذا سحر فبعد شنو أجيب لكم معاجزة هم تقولون سحر فبعد منطق الإعجاز انتهى أنه فقط إعجاز القرآن النبي تحدث الناس بالقرآن فأتوا بمثله إن كنتم صادقين أو بعشر آيات أو بمثلا كذا ف يجي واحد يقول لك الإمام أمره طويل مون يقول لك أمره طويل وين شفت حتى تقول أمره طويل وهو محد ما تشايفه قد يكون مات مثلا إذا فترض موجود سبعين سنة أمره صار مئة سنة ومات فمنين تقولون أمره طويل وباقي إلى اليوم هذا وهن ما تبنون دينكم على أوهان على خرافات وعلى أساطير وتقولون نحن شيعة أهل البيت هذا منطقكم جدا بعيد عن الإسلام وعن أهل البيت دعنا نسمع الإمام الرضا ما كان يناقش دولة الجماعة الواقفية اللي في حياته يعني فكرة معقولة يعني ما صار أمره مثلا مئة سنة ومئة وخمسين سنة إمام موسى بن جعفر بس قالوا بابا أبويا مات شوفوا شون الإمام الرضا كان يحاجج الواقفية ويحاجج الاثنى عشرية الآن نفس منطقة ونفس كلامه الإمام الرضا يقول سبحان الله كان يقولون الإمام مستكاظ ما مات يقول سبحان الله متحجب الإمام الرضا يموت رسول الله ولا يموت موسى أبيه يعني أبوه قد والله مضى كما مضى رسول الله وفي رواية أخرى يقولون أنه زوجات تزوجان وجوارية نكحت وأموالها قسمت ومات ليش تقولون أبويا ما مات هاي فتبداع دا طلعون انتو تقولون موسى الكاظم ما مات ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه حتى يحقق بعض الأهداف السماوية لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا شوال منطق أخو أذا الله يريد طول أمر واحد كان طول أمر النبي وخلاه ينشر الإسلام في كل العالم ليش موت النبي أمر 63 سنة فشوف هذا المنطق أهل البيت هذا المنطق العقل ولكن عندما نبتعد عن القرآن الكريم نبتعد عن السنة النبوية نبتعد عن مذهب أهل البيت نوقع وين نوقع بالخرافات والأساطير والأوهام ونظر الناس يتحكون علينا وأكو ناس يجون يتعجرون بعدين أنه هذا أني نائب الإمام الخاص ولا أني نائب الإمام العام ولا أني الإمام قل لي رجل تليماني أطلع مثلا سوي كذا وكذا سوي جيش الغضب وقتل الناس وسيطر عليهم هذا الحديث موجود في كتاب الكشي في كتاب معرفة الرجال صفحة 379 يعني شوفوا هذا من علماء الرجال الشيعة في القرن الرابع أنه كلام منطقي جدا بس هذا المنطق إحنا تغافلنا عنه ماذا يعني ذلك يعني أننا انحرفنا عن خطأ البيت بإلصاق شخصيات وهمية خرافية بهذا المذهب وسوئنا مذهب 12 وقاعدين نعتقد نفسنا وكلش نفتهين كنرجع لمنطق الأكل لمنطق القرآن لمنطق الطبيعة الإنسانية اللي الله ما مغيرها شنو هالمنطق الإعجازي وهالمنطق الخرافي وواحد نطول أمر 1200 سنة صار وبعد ما ندري إيش قدر أحيطول ممكن بعد مليون سنة ما يظهر هذا الشخص لأنه ما موجود فشلون يظهر فنأمل إن شاء الله بهذا المناسبة أن يعود الشيعة إلى مذهب أهل البيت اللي يحب أهل البيت اللي يحب أهل البيت خليه يرجع لأهل البيت واللي يدعي كذبا انتماعه لأهل البيت فهذا مصيره إلى الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت